بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برحب بكم يا جماعة جميعا. ان شاء الله انه مورده هنتكمل كلمة في جيس اي تي دراكز. في الحقيقة جي اي تي دراكز برانشيز كتيرة. ان شاء الله نبتديها دلوقتي بالبروتون بومب انهيبيتورز. زي ما اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت. ان انا بعالج البيبتيك انسر باكتر من طريقة. الاولينية ان انا بتحكم في البي اتش او الصومك باي ديفرنت اه اه one of which is the mascarinic blocking agents, H2 and the protein bump inhibitors. the second is the protective eh mucosal barriers. ودي بنسميها chemical complexation وان شاء الله هناخد لها مثال النهاردة. طريقة التالتة زي الامتاسد والبروستاجلانز وده طريقة بتعالج زي ما خدنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اه قلنا ان منها وده اه حصلوا اصدرورة عشان بتاعته كتيرة اه كلمنا عن فاموتدين وتكلمنا عن ميزة دين وتكلمنا عن دين في الحقيقة لما نجي نتكلم عن البرايتل اللي موجودة في في الجاستريك ميكوزا بنلاقي على بتاعها في ميلي سيرين مين ريسيبتور. الريسيبتور اولاني بنسميه الماسكارينيك ريسيبتور وده اللي بيشتغل عليه باستايل كولين زي ما خدنا في جزء والريسيبتور التالي بنسميه الجي سالز وده بيشتغل عليه حاجة اسمها الجاسترين والريسيبتور التالي اللي بنسميه الريسيبتور وده اللي بيشتغل عليه الهيستامينيك فطريقة من طرق ان انا بقامل افراز اللي بتيفرزه البرايتل سيل دي. الطريقة الاولانية نتكلمنا عنها خلاص باستفادة اللي هي الريسيبتور انتاجونيس ان انا بقفل الهيستامينيك عن طريق الريسيبتور البلوكر. الطريقة التانية اللي اتكلمنا برضو عليها في ان انا بقفل عن طريق الناسكارينيك انتاجونيس وبقفل آآ آآ موضوع الجاسترين يعني مش مش ريوليت اللي دي انا قوي بس هنتكلم عنه بسرعة ان الجاسترين دي بتفرز الجاسترين دي في حالة آآ وجود البروتينز والفودز في 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 الاسترمت علشان تساعد عملية الهضم وكمان بتعمل او حاجة زي كده للاسترمت في حالة آآ عشان ما يحصلش آآ ما يحصلش انفكشن للاسترمت. ادي واحد اتنين تلاتة. يعني رسم كروكي للبرايتل سيل وبدأنا نتكلم عنها هنلاقيه وزي ما قلنا كل حاجة للايه وايه اللي بيشتغل عليها بيشتغل عليها الاستاليكولين بيشتغل عليها الهستامين digital بيشتغل عليها الجاسترين. في الحقيقة التلاتة التلاتة الباصوي الاخراني بتاعهم هو يعني التلاتة موجودين في على السيفز بتاع عشان في الاخر دي بتفز يعني في الحقيقة التلاتة في الاخر بينتهو بصورس واحد بس هو فطبعا كان افضل بالنسبة لي ان انا منع او اقفلها وابقى افضل من ان انا اشتغل على ده الواحدة. البروتن بمضيهم جدا جماعة بنسميها. الهايدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزاين. هيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزاين وده حاجة بتعمل اه بين البوتاسيوم والهايدروجين البوتاسيوم بتدخل والهايدروجين بتخل. زي ما هلالكوا شايفين ده يعني ده شكل كده لما الاسطيل كولين بيشبك بمسكريين او الهيستامين بيشبك بيتسوروس ريسيبتور ازاي بتعمل من البروتن بامب دي وبتخرب الاسد وبالتالي اه منع للبروتن بامب اتساف اه از مور اه ادفانشز لانه طبعا بيننا افراز الحمد اا اا يعني سواء حصلة او انا في الاخر بالنة الخطوة الاخرينية خالص اللي هي افراز الحمد عن طريق البروتن بامب. طبعاً ده شكل البيبتوك ألسرس سواء بيبتوك او ديودينال ألسرس وهي هنتكلم معنا بالتفصل شوية ان شاء الله دلوقتي في الحقيقة زي ما اتكلمنا قبل كده في المحاضرة اللي فاتت وتكلمنا عن وانه ان فيه اكتر من كوز المين كوز بتاعها هو الكوز التاني هو وده طبعاً زي ما قلنا بتاخد تريتمنت اكتر شوية الحالات التامنية زي زي في بعض الحالات اللي قلنا وهي زي في بعض الحالات بتبقى نتيجة في الحالة زي ما اتكلمنا عن المحاضرة انا الفاتت برضو عن وقلنا ان بيتمثل حوالي اه زي يعني في الحقيقة الباقي بقى كلهم يا ميديكيشن يا ميديكيشن ميديكيشن زي ما قلنا ناس استرايد الانتنفرمات الكورتيكو استرايد الكول او توبيكو ادمنستريشن زي اه الماليجنانسي الكوراين ديزيز وده بتبقى ريالي يعني في الحقيقة مش بتعالج بس بتعالج وده يعني حاجة جدا مع امراض المعدة زي بالزبط بنسميها جي ار اي دي او اللي هو بيحصل في الحقيقة الرفلاكس ده نتيجة بتاع بتاع ما بقفلش كويس نتيجة زيادة افراز وبالتالي بيخرج بيخرج وده بيتعمل طبعا بيبقى لاقى اعراض عن الميز زي زي الكف وحاجات كتيرة كده فبنيعالجها برضو بالبروتون ان شاء الله هرفع لكم فيديو ملحق بالمحاضرة عشان ايه بتوضح لكم ان امور بتاعت monte غير الجي ار ايه فيه فيه منسميها ال pr اللي هي وده تبقى طلعت في فوق شوية وصلت وصلت وبالتالي بيبقى وده بقى محتاجة لو هنبتقى في القمصة ان شاء الله هنقول ان بتاعنا هنا في العالية دي اللي هي هو هو والاستراجشة بتاعه طبعا كلنا عارفينه في السوق اللي هو او او نمثيل اكترة جيدا طبعا اللي هو ده او نزل في العالية دي نزل من فترة طويلة الدراج ده بينهم زي ما حضرتكم شايفين كده سالفينايل موايطي لو كلمنا عن ميكانيزم في اكشن طبعا خلاص اتفقنا دي المركبات دي كلها بتمنع من آآ عن طريق انه بحصل بين البوتاسيوم والهايدروجين في حاجة بنسميها بوتاسيوم هايدروجين انزايم دي اللي بتعمل دي وبالتالي بيخرج البروتون في بتاعت المستمك وبالتالي بيشتغل كاست طيب للاسف المركبات دي بنعتبرها المركبات دي كلها بنعتبرها نبقى هنفضل الوقت الميكانيزم بتاع الاكتيفيشن بتاعها دي المركبات دي بيحصل لها اكتيفيشن بتتحول لحاجة بنسميها سالفينايل انترميديت يعني مقرد تكون لها برو دراجز بتحول لاكتيف آآ اكتيف مولتي دي بتحولك دي حاجة اسميها سالفينايل انترميديت دي والعملية البروتز دي بتحصل في بتاعت الجاستريك ميكوزال سينز بس تمام؟ لو نشوف كده موضوع الاكتيفيشن وده مهم في الحقيقة آآ بنلاقي ان الدراج دي كلها او مجاورد دخولها في في الاسيدك بيحصل لها بروتونيشن بيحصل لها بروتونيشن المجموعة الامين بتاخد بروتون وبالتالي طبعا بحصل في الحالة دي انها بتسحب اللي جنبها وبالتالي بحصل خلال في المركب بطريقة ما فبيحصل الامين اللي فوق دي على ده وبالتالي المركب بتحول لحاجة اسمها سبايرو ستركشور سبايرو ستركشور سبايرو زي ما احنا عارفين هنا معا انه بيحصل اتاتشمينت ترو وان اتم ده بنسميه سبايرو ستركشور بعد كده زي ما انا معلم كده على الاتين واحدة اكسوجين بيحصل دي هايدريشن للمركب وبحصل له ري ارانج منت منتاني بحصل بحيس ان هو بيظهر بالشكل ده اللي بنسميه بقى هو ده يعني المركبات دي كلها بكل مش الامبرازول بس ناخد بالنا ان كل اللي جاية بعد كده هتتعامل بنفس الطريقة بتحول الاكتف سالفينامايد انترميد في الحقيقة الاكتف سالفينامايد ده بيبقى اكتف ولو البوند دي بتبقى سهلة تكسر في وجود البروتون بامب نفسها في البروتون بامب اللي هو الانزاين كونتينينج اس اتش جروب بحصل لينك بينهم بنسميها ودي مهمة جداً داي سالفايد كوفيلان تبقى البوند اللي بين الاكتف سالفينامايد البروتون بامب اه من خلال اس اتش جروب بتاعتها بتكون عندي حية اسمها داي سالفايد كوفيلان تبقى وبكبه بيبقى بتبقى بيبقى الدرج ده ميسك في اللي هو البروتون بامب وبالتالي بيفقدها عملها وبالتالي مش هتقدر تشتغل كبيروتون بامب او مش هيحصل بين البوتاسيوم والهايدروجين ايو. اوضح شوية لموضوع اللينكينج ده يعني بحيس ان انا اعرف ايه اللي حصل في بصورة اوضح في الحقيقة اللي لما لما المركب بيدخل في الاسد ميديم وبيتحول بحصل ان اللي دي بتاخد نحيتها بتسحب الاليكترونز نحيتها والان اللي بيتوشبك مع الايه مع الكاربون دي بيبقى الشكل بالاسبايرو اللي حضراتكم شايفيونا كده بعد كده اه بتكون عندي اللي بنسميه اكتف سالفينة ميت انترميديت الاكتف سالفينة ميت دي دي اللي اللي بتوشبك مع مع الاس اتش اه اه مع الاس اتش اف بروتون بامب وبالتالي بتكون الداي سالفايت كوفيلانت بامب اي ريفيرس او البروسيس في حاجة مهمة جدا ليه بنعتبر بتشتغل بس على اول فاكتور عندي دازم نكون عارفينها الحاجة التانية ان زي ما قلنا ان اللي لازم عشان يحصل اكتفشن دي لازم يحصل اكتفشن في الاسد ميديم فين فين الهاي الاسد ميديم الموجود في الجسم هو في مكان واحد بس اللي هو اللي استور وبالتالي مش يحصل لها اكتفشن الا في المكان ده لانها لازم يحصل لها عشان يحصل ليه متى الاستراكشة وتحول من الى الحاجة التالتة المهمة برضو ان المراكبات دي بمجرد ما تحولت اللي هتحولت لبولار او زي ما حضرتكم كون فاكرين كواس جدا في ان المراكب عشان يعدي اي لازم يبقى او وبالتالي المراكبات بمجرد ما تحولت لبولار مش هتقدر تعدي تاني او او تخرج تاني من وبالتالي هتقالها في البوزيشن دا في تلاتة في التانية غير الاولاني بنسميه البانتو برازول نحاول نشوف الفرق بين المراكبين كده مراكب التالي اسمه اه اه التاني اسمه غيرابي برازول اسف التالت اسمه البانتو برازول في حاجة دول اتحت مراكبات اللي لسه لغاية دلوقتي ما تفرقوش في السوق ما فيش اي تانية اتضافت على التالت مراكبات دول غير اللي هو بتاع المنوعات اه في الحقيقة يا زينا دايما بكلمك على موضوع كايراليتي وان في مراكبات فيها ار و اس او دي و ال فعلا المراكبات دي لو نلاحز كده فيها كايرالي سنتر طب نقدر نبص كده على كايرالي سنتر لمدة ثواني في حالة لو دقنا في المراكب اوي مش هنلاقي فيه كايرال كاربون سنتر بس هنلاقي فيه حاجة اول مرة نتعرض اليها اللي هالكايرال سالفر سنتر المراكبات دي يا جماعة بتحتوي على كايرال سالفر وبالتالي اول حالة بنشوفها المراكبات تحتوي على كايرال سالفر وبالتالي بدراسة الكايراليتي بتاعت المراكبات دي لو ان بتاع القومي برازول والديكسترو ايزونا بتاع اللانسو برازول عن الرسميك ميكشور بتاع المراكبين هو القومي برازول ولكن يا زمعي في الحتة دي مهمة اوي وبالتالي كان ان احنا ندرس المراكبين اللي هما الديكسا لانسو برازول والديكسا لانسو برازول لان في الحقيقة دول الميجور دلوقتي في السوق اللي معظم الدكاترة بتكتبه دلوقتي عن الرسميك ميكشور بتاعته. فالمركب الاواني اسمه الديكسا لانسو برازول. ديكسا لقومي اسمه هو دكسا دكسترو ايزومر هو ده بنعتبر الديكسترو ايزومر او ار ان امتيوها بتاع اللانسو برازول. زي ما حراركوا شايفين الهاج دي كده. لان ده في حقيقة ده اه الفين وتسعة اه ويعني نازل السوق المصري مؤخرا من حوالي السنتين او تلاتة مراكب اغلى من اللانسو برازول اتسالف. المراكب ده اه يعني نقدر نقول اللي هو اللي هو نفس الافنة بتاع رسمك ميكشور اللي هو اللانسو برازول ولكن لما صنوه منه الام ار ودي في الحقيقة صار موديفايد ريليز ياريت كلنا ندوينه عندنا في النوت ان الام ار دي الياسستيند ريليز او الموديفايد ريليز ده اه ضمنت للمركب في البلازمة وبالتالي للبروتون باب. بالتاني زي ما قلت لحضراتكم اسمه الاسم برازولو. كلمة اس يعني هو الاس ايزومر. نلاحظ. التاني كان ار الديكس الانسو برازول ده كان الاسم برازول هو اه اه بتاع الام برازول. والمراكب ده في الحقيقة له الهيلوك اه 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 الفكري بتاعه على الاستومك اعلى والديوريشن بتاعه اقوى من اللي هو الام برازول اتصرف. في الحقيقة ده جدول كده اه جمعنا فيه دوز وجمعنا فيه اه بتتاخد امتى المركبات دي كلها. هدنا بس نوت كده ان الوحيد اللي هو الديكس الانسو برازول اللي بيتاخد ديلي يعني ممكن المركبات دي تتاخد اه 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 يعني بفور بريك فاست بي فور دينر بط يالي دراج دات كان بيوز وانس دا ديكسالانسو برازول. وفي الحقيقة برضو فيه معلومة تانية ان كل المركبات دي بتاخد بفور ميلز بط يالي one is taking regardless of food intake is ديكسالانسو برازول. في الحقيقة برضو ده جبل بيوريه لي از ايه اللي بمشي عليها في اه اه في حالات اه في الحقيقة يعني معظمها اه بتقول ان هي بتبقى ثمانية يعني ممكن تزيد في بعض الحالات اللي هي اه يعني اصعب شوية والهينيكوباكتر زي ما احنا شايفين يا جماعة بتبقى اربعتاشر دي اه اربعتاشر ده برضو جدول عجب جدا بيوضح البروتن بامب انهيبتورز كلها مع معظم الدراكس يعني ملحوظة كده جميعنا خالص دولاقي ان البروتن البنت برازول ازا اون الدراكشن تلناه يعني في بعض الملكبات آآ آآ لسه دلوقتي ما فيش داتا بين الدراكشن يعني الحاجات دي خلاص اعتقد انا يتعمل لها او يتعمل لها او يتعمل لها افضيت بالفعل لكن في حاجات لسه دلوقتي ما نهاش آآ موجودة في الدراكشن مع معظم الدراكس في الحقيقة ده بيحطم علينا لازم نتكلم عن بخطورتها وازاي بقدر عليك هل في الحقيقة دي مش موجودة في الهند قاوت بس دي بقى ضفها لمعلوماتك الشخصية لايدي مهمة جدا لانه زي ما قلت حرارك ان دي كومن كيس في اللي هي ازا ما حصولك شايفين كده ده كأنه ماسك حاجة وبيفحر في جدار المعدة بصورة باشعك. بنشخص الاتش بايلوري ازاي في الحقيقة بنشخص الاتش بايلوري بالن اندوسكوبك تيست اللي هي البلود انتي بادي اليوريا بريسنج تيست والسطول انتوجين في الحقيقة اللاقي اللي سطول هو الطوب وهو البرسنج تيست ان انا بعمل ديتكشن للامونية نتيجة وجود الاتش بايلوري يعني زي ما حصولك شايفين طبعا ده المنزور اللي بيتعمل بيبين البيبتيك او الديودين الارسر بيتبقى بيينة ان دي نتيجة الاتش بايلوري ربنا عميزة. الاتش بايلوري اه بيبقى فيه اكتر من المعلوماتك الشخصية كلهم البروتون بامب انحيبيدوري. الميسود الاولانية اللي هي التريبل سيرابي ودي بتبقى كلايرسومايسين اموكسيلين بروتون بامب او كلايرسومايسين متروينازول بروتون بامب او ليففلوكساسين اموكسيلين بروتون بامب دول في الحياة بتاع الطرق المروضة في سوق دي بتبقى كابسولة واحدة اه بياخدها المريض اه يعني اه بفور بريكفاست and بفور ديناء. الكواترابي بيقى فيه اي اربعة دراكس. ديزمس. متروينازول التتراسايكلين بروتون بامب ودي مش كومن قوي في سوق. واللي كومن قوي هي السيكوانشيل ودي بتبقى اه 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 دي بعلي بها المريض بالبروتون بامب والاموكسيلين. كده خلصنا باستخداماتها بكل الكلام اللي اتقال عليها. في الحقيقة الطرق التانية زي ما قلت حضراتكم قبل كبه ان انا اعمل اه اه ان انا احمي كدر المعضة. والطرق دي بنسميها المثال بتاع اسمه الساكرالفيت. الساكرالفيت ده في الحقيقة بيرتابط بالالسرسايد عشان يعمل وبالتالي بيمنع انها هيحصل لها للاسد. مشاكلها ان هي ممكن تعمل بتقاني للبيو افينابيليك اف سيرتون دراكز زي تترا سايكريمز والسايميتي دي. زي ان يا جماعة اتكلمنا عن الاتش وان ريسيبتو انتاجونيست والاتش تو ريسيبتو انتاجونيست في حال لازم ناخد هناك عن اتش سري والاتش فور انتاجونيست. الاتش سري ريسيبتو انتاجونيست جماعة بنسميها اوتو ريسيبتو. اوتو ريسيبتو دي يعني ايه? يعني آآ ريسيبتو بيعتمد ان الهيستاميل نفسه يرجع يشبك عشان يقلل آآ السنسس بتاعه. من الوقت تسمي الموضوع ده. حاجة بتسميها الفيدباك انهيبشن. الفيدباك انهيبشن ده الهيستاميل بيخرج فيه يشبك في الاتش سري ريسيبتو وبالتالي بيمنا آآ آآ السنسس والريريس بتاع نفسه يعني يعني الهيستاميل هو نفسه هنا هو اللي بيمنا افراز آآ افراز والسنس بتاعه. علشان كده بنسمي. في الحقيقة ده شكل الاتش سري ريسيبتو بتبقى موجودة برضو على مجرد خروج الهيستاميل خلاص بدي الافكت بتاع تشوان والاتش تو تمام هو نفسه برجع يرتبط بالاتش سري عشان يمنع والايه والسنس بتاع الهيستاميل. في الحقيقة لو هنتكلم عن مفيش كتيرة في حقيقة هناخد مثال واحد بس اللي هو السايو بيرامايد سايو بيرامايد ده آآ وفي الحقيقة كمان لما درسوا بتاعه لقوا ان هو وده مهم جدا المركب ده لانه يقدر يعضل في مركب كده وده المركب الوحيد اللي هناخده كده المركب ده هو الوحيد اللي بيشتغل كاتش سري اجونيس سليكتف انبوتاند اتش سري اجونيس ده منسميه الاميتيت اللي مركب هو اسمه سايو بيرامايد والمركب التاني اللي هو سليكتف اش سري اجونيس نوت انتاجونيس از اميتيت مش بس البروتون بامب انهيبيتور اللي في لا ده كتير جدا منها زي ما قلنا زي ما خدنا كده قبل كده الانتاسيدس الانتاجونيس البروتون بامب انهيبيتور او البوتاسيون هييدورجين ايتي بيز اه انهيبيتورز في بقى والاكسيتيفز والانتدياريال والاميتكس والانتياميتكس دراجز وفي اه الاتزوربانت ايجدز في الحالة هتكلم بسرعة بقى عن كل تيجري من دول كيعني اه حاجة لازم اخد همت عنها كصيدالي او كحد لازم هينزل السوق وبعارف كل الكلاص دي من صباح من الفرما او الانتاسد طبعا عارفين معظمها زي الكالسيوم كربونات الالامنا ما هيدروكسايد والماجنيسيا ما هيدروكسايد ودي يا جماعة في الحياة بتعمل للأسد وبترفع طبعا بترفع اه الارسو دي اكسيكوليك اسد ودا جماعة في الحقيقة بس مركب بستخدمه عشان الجول بلادرستون وفي علاج جميعا. الانتضايرة اللي طبعا احنا عارفيني الدايرة دي ممكن يكون لها اسباب كتيرة جدا منها انها تكون اه سببها فيرال انفكشن باكتيريال انفكشن فانجل اندبارازيديك وممكن تكون اسباب المون يعني. في الحقيقة المست كومن يوز دراجز بنسميها اللي هي مورفين لايك دراجز. المورفين لايك دراجز دي بتشتغل زي المورفين والدريفاتفز بتاعته. ازاي بقى انها بتقلل التون بتاع في الانتست. في مسالين هنتكلم عنه اللي هو في نوكسايلات والليبرامايد. في الحقيقة انا هكتفي بس بالليبرامايد لانه مركب مهم جدا. اه لانه الفرق منهم لو رجعتك اه اه تمام. الليبرامايد ده مركب مهم باستخدمه في حالات في ناس لما بتسافر بحسن الله حالات ديارية. وباستخدمه برضو ده تاني مركب باستخدمه وده بقى ممور افكتف عن الانت اميتكس بقى وده مركبات طبعا مهمة ومنقدرش نستغل عنها كجي اي تي دراجز. اه طبعا معظمنا عارفين ان قميس ده بقى ليه اكتر من يعني الكوز اللي هو بنا عافينا كلنا اللي هو رادييشن سيرابي ممكن ان اسناء البريجنان سيف تلاقي بريجنان طبعا اه طبعا بيحصل لها اه في بعض حالات الجاس وفي سيرتن تايبز اوف موشنز او بنلاقي النون كوزي ها. وبالتالي احنا قسمنا قسمنا الانت اميتك سيكس كلاس. قبل نتكلم عن الانت اميتك كلاس كده في الحياة لازم اتكلم عن اللي هنشتغل عليها. في الحياة بنشتغل على اه اه تورسرين مين سنتر يعني. السنتر الاولي بتسميه الكيو ريسيبتور تيجر زون وده في حالة موجود في السيرابر الكورتكس في الانر اي والجي اتي. اه حتا دايما المريض اللي عنده اه مشكلة في الازن الداخلية بنلاقي عنده دايما مستمر. السنتر التالي بتسميه سنتر. تمام? وفيه سنتر بنسميه سنتر. دول التلاتة سنتر اللي بيشتغل عليهم معظم اللي هنتكلم عنه مشكلة. كلاس بسرعة اه لان في حاجات احنا اخدناها اه وفي حاجة جديد بس هو اللي هنتكلم عنه. اه تكلمنا بكده على وقلنا ان المراقبات دي بتشتغل كانتي اميتك دراجز. اه اه الانت سايكوتك فينه دي لانها اه بتشتغل على المنطقة اللي هي بنسميها الكيموريسيبتو تريجرزو. الانت سايكوتك دراجز بار بتكلمنا عن البيكليزين. وقلنا من المركب ده باستخدمه في علاج كانتي اميتك وانتي في بعض الانت كولانورجيك باستخدمها في مع الانفيتامين وليسكوبولامين ده باستخدمها كانتي اميتك ايجانس. في بعض اللي هي اللي هي اللي هي مورفين باستخدمها وخاصة في الكانسر اميسيس. كانسر كيموسيرو. طيب لو هنتكلم بقى عن دراجز واناخد وده مهم جدا وكلاس مهمة جدا بتسميها يعني ايه 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 دي ما تسميها يبقى لازم كلنا نكون عارفين دلوقتي ان الفايف اتش تي هي سريتيني ريسبتور اف كلاس سري يعني سري دي اه اف تايب سري. يبقى دي سريتيني ريسبتور مكان ال في جاس نيرف دي اتش تي سري في في جاس نيرف وبالتالي المركبات اللي بتشتغل على بتشتغل كانتي اميتك دراز. الدراج اللي هناخده النهاردة اسمه طبعا كلنا يعني تقريبا ايه عارفين الدراج ده وده دراج مهم جدا في السوق. والدراج ده مستو بقى اللي هتكلم عنه دلوقتي ان ان هو ما بيعملش للمريض زي مين زي سايكليزين زي البيكليزين والكلام ده لان احنا فاكرين ان انت لها الحاجة التانية والمهمة جدا جدا اللي تخلي الواحد بيستخدمه هو مش قلقم منه بامان جدا انه ملوش اكسرا بايريمدال سايد افكت وده هتكلم معنا في الاسطلاق اللي جاية. في الحاجة تاني في السوق مش مش هزكر بتاع اسمه المراكمة الاولة دي اسمه ونحفظ كلمة دي جاية منين جاية من السيروتونين يبقى كلمة اصلا جاية من يبقى يبقى جاية من سترون جاية من السيروتونين اخر كلاس هتكلم عنها الكلاس الكم ستة في هاخد فيها مثال اللي هو طبعا كلنا عارفين مشاكل ايه او اول حاجة هتكلم ان المراكب ده بيشتغل على بس مشكلة المراكبات دي ان يازم اخدها بحرص شديد في حالات الباركنسونيزم وحنات سخنية الاطفال الشديدة لانها ممكن توصل الطفل ان يحصلوا يبقى ناخد بالنا يا جماعة جدا ان ده مركب آآ كويس جدا ممتاز لكن الناس اخدوا بحذر جدا في الاطفال لدرجة حرارة مرتفعة انه ممكن يوصلوا لتشنب حال التشنب آآ او اخدوا طبعا في مركب تاني اسمه آآ ميثوبينزامين ده في الحقيقة انا هلغيه يبقى انا اكتفي بس بالميتو في بقى لاكستفز ودي كلاس كتير انا في الحقيقة اهمش عليها بسرعة لانها كلها كلام مفيش فيها زي ودي زي في حاجات تانية بنسميها دي زي الجليسرين اللي بتسميه الجليسرين سابوزوتر اللي بتسميه الجليسرول في حاجات زي في حاجات بنسميه دي اللي بتمتصل زي المانيسيام صالفيت اللي هي الشجر ان شجر قالكم زي وده اخر حاجة بسميها ودي انواع كتير منها زي ضاي فينون لاكستف زي الفينو فيسالين والبيساكوديل في ناتشوال اوكيرينج لاكستف زي الكاستر اويل وفي اللي هي اه اه انصر اكينون لاكستف زي والكاسكورا والربرب والسنة في الحقيقة كلهم بيشتغلوا على ده هو الوحيد اللي بيشتغل على اخر حاجة خالص هنتكلم عنها هي والابزوربنت دي بتبقى اللي لها القدرة على انتصاص الجازس والتوكسنز والبكتيريا فبستفيد منها في حالات كديرة زي حالات ايه يا جماعة زي حالات التسمم زي حالات الدياريا زي ما هنشوف دلوقت ان شاء الله المثال الاولاني المشهور جدا اللي هو الكاربون الكاربون اه ده زي في السوق ده في حاجة بستخدامه في حالات التوكسيست والكلام ده لو جالك اي مريض او طفل او حد كبير شرب معين بتديله اكتيفيتد شاركول بتحاول تمتص التوكسنز ايه اللي في الجي اي تي الحاجة التانية بتسميها الكاولين وده بقى ناتف هيدريت الحاجة الاخيرة بنسميها والبيكتين ده في الحياة مركب مشهور في السوق بس استخدامه مع الكاولين كانتي دياريا في حالات احنا كده خلصنا الحمد لله فضل المربنا خلصنا لما ممك بتاعنا كامل خدنا في اربع محاضرات اربع ساعات خدنا في ساعتين وخدنا دي اخر رسالة ان شاء الله اشوفكم على خير بازن الله وربنا عافينا وعافيكم ان شاء الله والبازن اللي ده نتقابل في الانتحان ان شاء الله. اه طبعا زمان عاولتكم كل محاضرة ان في سلاية كده احاول اه يعني اه ودي الحاجات الحاجات المهمة في المحاضرة نفسها. حقا كلمة عن وقلنا ان في منه اللي هو وده هو كلمنا عن اللانسو برازول وكلمنا عن بتاع اسمه كلمنا عن وعن ودول كلهم باعتبرهم بروتون بامب انحيبيتور الصيبيرامايد وده ده وده الوحيد اللي يشتغل كاتش سري اغونست كلمنا عن اللي هو ده وقلنا ان هو انت ضرائل بستخدمه في حالات وده بيبقى ناركوتيك آآ آآ كلمنا عن وهو ان ان انت ابنتك بشتغل على كلمنا عن اللي هو وانا عرفه زي شباب مت من آآ ميسوكسي جروب كلوب من مجموعة الكلور امايد من مجموعة الامايد البسمة مت كلوب رامايد. شكرا جزيلا والى لقاء ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.